موسيقى بهدف تقوية كفاءات المدرسين بالمدرسة الشادية التركية التابعة لمؤسسة مآرفة تركية جاء تنظيم هذه الورشة التدريبية وذلك استعدادا لدخول العام الدراسي الجديد المنسق العام لأعمال المؤسسة بالشاد تطرق إلى الألاقات الشادية التركية وتوطيد جسر التواصل والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين كما أعقبته في الحديث مديرة قسم البنات بالمؤسسة الأستاذ رابيا أتاس جوميل والتي سردت المراحل التي مرت بها مؤسسة معارفة منذ نشأتها في العام 2016 وإلى يومنا هذا وكذا الأهداف التي من شأنها جاء إنشاء هذه المؤسسة وما قدمته من أعمال في مجال التربية والتعليم والثقافة ممثل وزارة التربية الوطنية وتركية المواطنة همان جام جدة قال إن أهداف هذه الورشة توافق مع الخطط والاستراتيجيات التي ودأتها الوزارة من أجل نهضة المدرسة الشادية وتشجيع ثقافة الامتياز مع الأخذ بين لعتبار المجالات الإلمية بقي أن نشير بأن فعاليات هذه الورشة ستستمر حتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري